اشتركوا في القناة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي تمثل المكرمات الملكية السامية جانبا مشرقا للعهد الاصلاحي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ففي اقل من ستة اشهر اصدر جلالته عفوين ملكيين ساميين كانوا لهما في ابريل الماضي والثاني في سبتمبر الحالي وهو ما يعكس نهجا ملكيا هدفه تعميق الاصلاح والبناء والتأكيد على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي وجاء العفو الملكي السامي الذي شمل 457 محكوما مؤكدا على ما يكنه ملك الانسانية لشعبه واعلاء جلالته للمصلحة العليا للوطن وفي الوقت ذاته مراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون الحمد لله العالمين امر من جلالة الملك انه دي الاصحاء والدي واولاد الناس احكام قضائية سنين طويلة الحمد لله كرق ما شاء الله جلالة الملك على كل شيء زوار ونشكر ولي عهده رئيس وزراءة ان شاء الله وان شاء الله للأمام ان شاء الله والله يخلي الملك والقيادة الرشيدة والأولادة كلهم ان شاء الله رحم الله والديك الملك نبوس ايده لو يجي يعني نبوس ايده اشكر القيادة على هذا العفو الملكي وتحت الفرصة يعني الاندماج في المجتمع ان شاء الله ان شاء الله يكون هذا اخر مرة ندش فيها السجن ان شاء الله احب اشكر جلالة الملك على هذه المكرمة اليوم شعوري جدا جدا سعيد يعني ما اقدر اوصف شعوري مثل الكل والله اشكر جلالة الملك حفظ الله روعة وسموه لي عهد الشيخ سلمان ان الله يحفظه ان شاء الله ويحفظ شوخنا كلهم ان شاء الله يا رب وان شاء الله للأحسن ان شاء الله ومملكة البحرين وهذه شيء يفرح الصراحة يعني كلنا مستانسين كبحرينين كلنا مستانسين جلالة الملك ما قاعد صار الصراحة الحمد لله رب العالمين على هذا العفو من جلالة الملك نشكر الله احنا ما نستبعد عن ابونا الملك جلالة الملك ما قصر يزال الله خير بيض الله ويها وهي يعني مبادرة حلوة وفرحة وفرحتنا لكل العموم ان شاء الله نشكر جلالة الملك على هذه المبادرة السامية وان شاء الله نأمل العفو الى بقية المحكومين جميعا ان شاء الله الشعور ما ينوصف من الصبح اليوم يتصلوا فيني ما ينوصف لا انا ولا والدته ولا الاهل والله يخلي ان شاء الله ملكنا اشكر القيادة يعني على ان حصل شانس قد اطلع للديرة يعني وللأهل صلح اللفات يعني وارجع ان شاء الله بعد يعني ما رد ارجع داخل السجن مرة ثانية وانا ما كنتنتوقع يعني ان بطلع قبل لا اخلص يعني المدة من الحكم اللي عندي نشكر جلالة الملك نشكر القيادة اعطونا فرصة رد نصاح اللي سوينا ونشوف مستقبلنا وانت البحرين تستاهل نتطور فيها وان شاء الله ما انكر الغلط اللي غلطنا فيها والمرة وخلاص الحمد لله رب العم تعلمنا من المدة اللي قعدناها داخل طلعت المكرمة قبل لا اخلص حكمي كامل جاء هذا العفو الملكي السامي ليمنح الفرصة من اجل تصويب المسار وتعديل السلوك والالتزام بالقانون ومع الفرحة التي تعم الوطن يبقى الامل قائما وان يعود هؤلاء المشمولين بالعفو الملكي ومن سبقهم الى مجتمعهم افرادا صالحين لأسرهم ومجتمعهم اشتركوا في القناة